لقطة أخرى من سورة الأنعام إنها الآية الثامنة والستون بعد البسملة وقد قرأتها عليكم ووقفت عندها وقفة وجيزة في الحلقة الماضية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين بيّنت لكم من أن ما جاء من تغصيل في هذه الآية هناك كثير من المؤمنين يمكننا أن ننزههم عن المضمون الذي تحدثت عنه الآية لأن الآية تحدثت عن مجالس الظالمين عن مجالس الضالين الذين يخوضون في آياتنا أصلاً في تفسير أهل البيت الذين يسبون محمداً وأهل محمد الذين ينتقصون محمداً وآل محمد الذين يسبون الإمام المعصوم فالآيات الحقيقية لله سبحانه وتعالى محمد وآل محمد وبغض النظر عن هذا إذا أردنا أن نأخذ المعنى العام للآيات ما يرتبط بشأن الدين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يستهزئون بدين الله فأعرض عنهم هذا الموقف يقوم به كثير من المؤمنين من دون أن يصدر أمر إلهي لهم بهذا الخصوص غيرتهم على دينهم هي التي تدفعهم لذلك وإما ينسينك الشيطان وشيطان ونسيان فلا تقعد بعد الذكرى إذا ما تذكره فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الخطاب لفظا يأتي مباشرا مع رسول الله لكن المضمون يوجه في الحقيقة لبعض المؤمنين فكثير من المؤمنين لا يحتاجون لمضمون الآية هذه لأنهم يدركون هذا الأمر بفطرتهم ويدركون هذا الأمر بغيرتهم الدينية فهذا فهذا الأمر يناسب بعضا من المؤمنين فكيف يكون مناسبا لرسول الله صلى الله عليه وآله ذاتا واضح الخطاب في اللفظ لرسول الله لكنه في المضمون لا أقول موجها لكل الأمة لبعض الأمة لأن المؤمنين الغيار لا يحشاجون لهذا البيان هذا البيان يحتاجه بعض المؤمنين الذين ربما تكون غيرتهم الدينية باردة سمجة ليست فاعلة ليست ناشطة لو كانت غيرتهم فاعلة ناشطة أتحدث عن غيرتهم الدينية لم أحتاج إلى مثل هذا المضمون ننزه المؤمنين الغيورين من المضامين التي وردت في هذه الآية فكيف هو هو الحال مع سيد الكائنات مع محمد صلى الله عليه وآله فهذه الآية في نفس السياقي إنه لسان إياك أعني واسمعي يا جار تعالوا إلى طوسينا إلى شيخ طائفتنا تعالوا إلى هذا الفحل هذا هو تفسيره التبيان التبيان في تفسير القرآن للشيخ طوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة هذه الطبعة طبعة ذوي القرب إنها الطبعة الأولى ألف أربعمائة واحد وثلاثين هجري قمري قموا المقدسة وهذا هو الجزء الرابع عند الآية الثامنة والستين بعد البسملة من سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إلى آخر الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل صفحة مية وخمسة وستين وهو بصدد تفسيرها وبيان مضمونها فيقول الطوسي واستدل الجباء هكذا شاع على الألسنة الجباء والقراءة الصحيحة الجباء هو أبو علي الجباء من شيوخ المعتزلة وأئمتهم المتعصبين جدا واستدل الجباء أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان باعتبار أن الآية تخاطب النبي مباشرة وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانَ خطاب للنبي وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فالجبائي أبو علي واسمه محمد ابن عبد الوهاب واسمه محمد ابن عبد الوهاب المعتزلة توفي سنة ثلاثمية وثلاثة للهجرة فالجبائي هذا أو كما شاء على الألسنة الجبائي يستدل بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان فالآية تخاطب النبي وهكذا تقول وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانَ إذن الأنبياء يعتريهم السهو والنسيان لازال الجبائي يقول قال بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم على الأنبياء شيء من ذلك فهذا كلام الجبائي شيخ المعتزلة المتوفى سنة ثلاثمية وثلاثة للهجرة الجبائي يستدل بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان فالآية هكذا تقول وإما ينسينك الشيطان واستمر في قوله من أن هذا بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم على الأنبياء شيء من ذلك فالجبائي يقول الرافضة تعتقد من أن الأنبياء لا ينسون ولا يسهون ويقول من أن الآية تخالف قولهم هم يخالفون قول القرآن ماذا يعلق الطوسي شيخ الطائفة على كلام الجبائي هذا يقول وهذا ليس بصحيح ليس بصحيح أن الرافضة تقول من أن الأنبياء منزهون عن السهو والنسيان وهذا ليس بصحيح أيضا الجبائي أعلم من شيخ الطائفة بقول الطائفة هذا هو شيخ الطائفة مرارا مرارا أقول من أن علماء الوهابية أكثر خبرتان بكتب الحديث عندنا من مراجع النجف وكربلاء هذا الكلام مرارا أقوله قلته وأقوله وأصر عليه لأن مراجع النجف وكربلاء جهال إلى أبعد الحدود بكتب حديث أهل البيت هذه حقيقة هذا أمامكم الطفسي ينقل كلام الجباء وكلام الجباء صحيح هو استدل بالآية بحسبه لا شأن لنا باستدلاله استدل من أن الآية تثبت السهوة للأنبياء لأن الآية تخاطب رسول الله وإما ينسينك الشيطان نحن ما عندنا مشكلة في هذا القرآن نزل بإياك أعني واسمع يا جار ما عندنا مشكلة في تفسيرنا لقرآننا هم يفسرون القرآن كما يريدون ما علاقتنا بهم لكنه حينما قال من أن الرافضة تعتقد بعدم سهو الأنبياء وعدم نسيانه هذا القول كان معروفا عند أصحاب الأئمة وعند الشيعة زمان الغيبة الأولى الشيعة كلهم يقولون بهذا والجبائي والجبائي مات زمان الغيبة الأولى توفي سنة 303 للهجرة والغيبة الأولى انتهت سنة 329 للهجرة الشيعة في ذلك الوقت معروف عندهم هذه العقيدة بخلاف ما يقوله الرافض بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم على الأنبياء شيء من ذلك شيخ الطائفة يرد عليه يقول وهذا ليس بصحيح أيضا لأن نقول باعتبار هو شيخ الطائفة هذا الشافعي المعتزلي لأن نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله في دائرة التبليغ وهو قول النواصف وهو قول المعتزلة أيضا ما هو الجبائي يقول بهذا القول وسائر النواصب يقولون بهذا القول وهذا ليس بصحيح من أن الشيعة تعتقد بعدم سهو النبي بعدم نسيان النبي وهذا ليس بصحيح أيضا لأن نقول إنما لا لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله في دائرة الوحي في دائرة التبليغ فأما غير ذلك في غير دائرة الوحي في غير دائرة التبليغ فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل فهم ينسون ويسهون إلى الحد اللي محصرون مخابيل هو الذي يقول هذا هذا شيخ طائفتنا هذا الشيخ طوسي وعذا تفسيره التبيان هو هذا تبيان هذا هذا خريان هذا هذا ما هو تبيان لأن نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله فأما غير ذلك خارج دائرة الوحي والتبليغ فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العاقل يعني إذا كان إنسان يتمتع بذاكرة متوسطة فإن ذاكرته ستكون أفضل من ذاكرة محمد وآل محمد بحسب افتراض الطوسي من أنهم ينسون إلى الحد المشهر مخابيل هو الذي يقول هذا ما الذي أقول مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل إلى أن يقول الطفسي هذا صفحة 166 وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا ينسون كثيرا من متصرفاتهم قطعا هو تحدث فقال وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون هذا الغبي الأثول لم يطلع على أحاديث محمد صلى الله عليه وآله وهي موجودة حتى في كتب النواصب من أن المعصوم تنام عيناه ولا ينام قلبه هذه الأحاديث موجودة حتى في كتب النواصب من أن النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه فهو في حالة وعي مستمرا حتى في نومه أنا لا أريد أن أناقش كل هراء الطوسي وينسون كثيرا من متصرفاتهم بالله عليكم الإنسان الذي يكون عنده اهتمام بشؤونه هل ينسى أكثر متصرفاته أم أنه يتذكر أكثر متصرفاته المتصرفات الشؤون التي يحتاجها الإنسان وترتبط بحاجاته في أموره الدينية وفي أموره الدنيوية فهو هنا يتحدث بشكل مطلق عن الأمور الدينية والدنيوية وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وماذا بعد وما جرى لهم وينسون ما جرى لهم فيما مضى من الزمان ثم يعلق يقول والذي ظنه الذي ظنه الجباء من أننا لا نقول بهذا القول والذي ظنه فاسد كلام الجباء كلام فاسد ظنه فاسد ليس في محله حينما قال من أن الرافضة تعتقد بعدم سهو المعصوم وعدم نسيانه يقول لا إننا نعتقد من أن المعصوم لا لا يسه ولا ينسى في دائرة التبليغ في دائرة ما يؤدونه عن الله فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسو أو يسه عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان والذي ظنه الجباء كان فاسدا والذي ظنه فاسدا فالكلام الصحيح هو هذا من أن محمدا وآل محمد ينسون إلى الحد اللي ما يصيرون مخابيل وانطيح الله حظ الطوسي وطيح الله حظ مراجع حوزة الطوسي وطيح الله حظ هذا التفسير اللي هو مهتبيان هذا خريان هذا هذا الخريان لشيخ الطائفة مهتبيان لشيخ الطائفة أنتم ماذا تقولون هذا تبيان له خريان هذا ماذا تقولون أنتم هذا الحمار لأنه نقض بيعة الغدير لو التزم ببيعة الغدير وتعلم منهج التفسير العلوي وتعلم القاعدة التفسيرية إياكي أعني واسمعي يا جارة من أن القرآن نزل بهذا اللسان لما تقيأ بهذا الخر هذا الحمار الطوسي تتفقون معي أو لا حينما أقول لكم من أن مراجعنا حمير حمير أو لا إما أنهم شياطين وإما أنهم حمير لأنهم يخالفون قواعد التفسير وينقضون بيعة الغدير فإما أنهم فعلوا ذلك بسوء نية فهم شياطين لحنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم وإما أنهم حمير لا يفقهون شيئا وهذا هو الذي أقوله فأنا أحسن الظن بهم لذلك أصفهم بأنهم حمير وهذا وصف قرآني في سورة الجمعة القرآن وصف الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وهو مثال للأمة جعل لهم مثال ما هو مثالهم إنه الحمار يحمل أسفار فمراجعنا بالضبط هكذا أنا أتحدث عن البشر الحمير هم أقبح من الحيوانات الحمير أنا لا أتحدث عن الحيوانات الحمير فإن الله قد خلقها هكذا إنما أتحدث عن البشر الحمير عن مراجع النجف وكربلاء عن مراجع حوزة الطوسي تجدون تجدون هذا الكلام ثقيلا لماذا لا تجدون هذه الإساءات بحق محمد وآل محمد ثقيلة إذا كنتم تجدون كلامي في وصف مراجعكم بأنهم حمير بحسب وصف القرآن ما أنا الذي أصفهم القرآن يصفهم وأنا قد حملتهم على المحمل الحسن تجدون هذا ثقيلا لكنكم لا تجدون هذا الكفر الصريع من الطوسي في حق محمد وآل محمد لا تجدون ه ثقيلا أتعلمون لماذا لأنكم عمير أيضا لو لم تكهون عميرا لما صار حالكم هكذا أتحفوهم 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 بوثيقة مراجعهم ما لدي أجيب الأسماء واحد قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابا ما توصل للنوبة هي قال توصل و اطمئن تركبهم يعني بش اشي يعني تركبهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلاق أتحفو خمسة قلت مستعجب مش جاه قلت تركب خمسة يعني خلافة أغميش نفت مستعجب خلافة أغميش جميز بغلب وكان خلت السنو خوش ديخ عرفي خوش ونص عباس كنا على خوش وكنكم تعرفونا لأن لا تجيب الأسمان قال تركب مثل ماذا تركب لا ماذا يدير خلوش أيها معلم لا معلم إجمالية هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة ترجمة نانسي قنقر